أهلا بكم إلى تفاصيل دشن رئيس الوزراء عدة مشاريع في محافظة إربيد وافتتح مركزا ثقافيا قرب مدينة الحصن وذلك خلال زيارته إلى المحافظة يرافقه عدد من الوزراء نتابع هذا التقرير في الزيارة الرسمية إلى محافظة إربيد دشن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مشروع خط ناقل للمياه في الأغوار الشمالية وافتتح مركزا ثقافيا قرب مدينة الحصن بهدف تنشيط حركة الثقافية والفنية والإبداعية موجد لخدمة المثقافين لخدمة الحركة الثقافية عن هيئات ثقافية تزيد عن المئات هيئة عندنا ماشاء الله من أهم الوجوه الثقافية في الوطن في محافظة إربيد موجد لخدمتهم ويعد إنشاء هذا المركز خطوة ثقافية لتوفير مقر لبعض الهيئات الثقافية الفاعلة كرابطة الكتاب الأردنيين في إربيد ورابطة التشكيليين والمسرحيين والموسيقيين هذه الزيارة تساهمت بشكل كبير في ترسيخ ملامح الاهتمام بالثقافة وإقامة الأنشطة وتبني بعض المواهب الثقافية والفنية ودعمها